موجز الأخبار المحلية مع زينا كرام عشر الأوسط 14.50 آم مقرر الأمم المتحدة الخاصة بحق الغذاء ينتقد حكومة هاربر التوقيع على شراكة دفاعية بين كندا والبيرو فلاهرتي يرفض إرجاء اللغاء العجز صباح الخير انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص بحق الغذاء القرار المثير للجدل لحكومة ستيفن هاربر القادي بإلغاء الاستمارة الطويلة للتعداد السكاني ومسألة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر معتبرا أن من شأن هاتين الخطوتين الإساءة إلى جهود مكافحة الفقر في كندا ووردت هذه النتائج في تقرير سيطرحه اليوم في جونيف أوليفي دو شطر أثناء انعقاد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويحث التقرير أتوى على تأسيس خطة وطنية للأغذية لمكافحة الجوع لدى عدد متزايد من الفئات الضعيفة بما في ذلك السكان الأصليين والذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية وشملت الانتقادات عدد من السياسات الأخيرة التي اعتمدتها حكومة ستيفن هاربر على غرار إلغاء الاستمارة المفصلة للتعداد السكاني والمفاوضات الحالية مع الاتحاد الأوروبي للتبادل التجاري الحر إصلاح مجلس القمح الكندي وكيفية إشراف أتوى على الأموال الفيدرالية التي تحولها إلى حكومات المقاطعات لجهة الخدمات الاجتماعية تقرير دوشطر هو بمثابة الرد على الانتقادات اللاذعة والقاسية من وزراء في حكومة هاربر لمقرر الأمم المتحدة ذاته خلال مهمة تقصي الحقائق التي قام بها في شهر أيار ميل ماضي إلى كندا واستغرقت 11 يوما وقع وزير الدفاع الكندي بيتر ماكي ونظيره في البرو كاتريانو بيليدو يوم الجمعة الماضي على مذكر التفاهم للتعاون في مجال الدفاع وأعرب ماكي عن سروره لإقامة شراكة دفاعية مع البرو من شأنها تعزيز العلاقات والمساهمة في دعم الاستقرار والأمن في النصف الغربي من الكرة الأرضية وضف الوزير الكندي قائلا أن هذه الاتفاقية هي دليل على الأهمية التي توليها أتوى للعمل والتعاون مع شركائها في النصف الغربي لتعزيز السياسات والعمليات الإنسانية وحفظ السلام وتدخلات في حالة الكوارث وعمليات التدريب العسكري يشار إلى أن البرو هي ثاني شريك تجاري لكندا في أمريكا الجنوبية وثالث وجهة للاستثمار المباشر لكندا في المنطقة على الرغم من التباطؤ في النمو الاقتصادي الكندي أكد وزير المالي على الصعيد الفيدرالي جيم فلاهرتي أن حكومته ستمضي قدما في موجة جديدة من الاقتطاعات التي ستطال عدد من الوزارات الكندية بهدف التوصل إلى الأهداف المحددة لجهة إلغاء العجز في الموازنة من هذا المنطلق ستعمد الحكومة إلى إلغاء عدد من البرامج وستفرض على عدد من الوزارات سياسة شد الحزام مع تذكير بأنه وبناء على ما ورد في الموازنة التي تم الكشف عنها العام الماضي سيصار إلى إلغاء تسعة عشر ألف ومئتي وظيفة في القطاع العام وأكد الوزير الذي سيكشف عن الموازنة الفيدرالية الجديدة بحلول نهاية الشهر الحالي أن النمول اقتصادي الكندي للفصل الأخير من العام 2012 أتى دون توقعاته وتوقعات المحللين في القطاع الخاص والذين يستشيرهم بانتظام وشدد الوزير فلاهرتي على ضرورة إلغاء العجز الذي تلحظه الموازنة والذي سيصل إلى ستة وعشرين مليار دولار للعام المالي 2012-2013 وذلك بحلول العام 2015-2016 مما يعطيه فرصة للتحرك على مدى سنتين كانت أمس مدينة هالي فاكس مسرحا للمناظرة الرابعة التي جمعت المرشحين الثمانية في السباق لزعامة الحزب الليبرالي الكندي وكانت المناظرة بمثابة اللقاء ما قبل الأخير للمرشحين قبل المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد في الرابع عشر من نيسان أفريل المقبل في مدينة موريال لاختيار خلفا للزعيم السابق مايكل إيجناتيف الذي مني بخسار مرير عام 2011 واكتسبت المواجهة أمس طابعا ذات أهمية حيث صادف اليوم قبل الأخير لتسجيل أسماء المرشحين وانتهز عدد من المرشحين ومنهم ماركي جارنو المناسبة لشن هجوم على المرشح الأوفر حظا جستان تريدو بسبب افتقاره للخبرة الضرورية لشغل منصب رئاسة الوزراء في حين انتقده مارتان كوشون لأنه تقاد أموالا لقاء المحاضرات التي ألقاها في المدارس والمكتبات وفي وسط المنظمات الخيرية مع التفكير بأن تريدو جمع قرابة 277 ألف دولار لقاء المحاضرات التي ألقاها من تاريخ وصوله إلى البرلمان الكندي نشير إلى أن المناظرة الأخيرة بين المرشحين لزعامة الحزب الليبرالي ستجري في موريال في 23 من الشهر الجاري أطلق أمس الحزب الديمقراطي الجديد حملة تنديدا بمواقف الحكومة الكندية إذا عدد من المناطق في مقاطعة كابك وأكد زعيم الحزب توما ميلكير أن حزب المحافظين الحاكم قد نكث بوعوده الانتخابية بإشارة إلى الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على نظام ضمان العمل وأقفال عدد من مكاتب البريد الكندي والمصاعب التي تطال القطاع الحراجي في عدد من المناطق في كابك من هذا المنطلق كشف الانبيدي عن موقع جديد عبر شبكة الانترنت لدعم حملته الاحتجاجية فضلا عن مواصلة الضغوط على الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشير إلى أنه في أعقاب انتقال النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد كلود باتري إلى صفوف حزب الكتلة الكابكية انتقد زعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر الان بي دي وصفا إياه بالكتلة البرتقالية توقيع الرئيس الأمريكي بارك أوباما أمرا تنفيذيا يقضي بإجراء تخفيضات حدف الموازنة الاتحادية بواقع 85 مليار دولار للسنة الحالية قد يكون السبب وراء تقليص عدد الأفراد العاملين في الجمارك على الحدود الأمريكية من هذا المنطلق ارتأت إدارة المطارات في موريال اختار المسافرين بأن فترات الانتظار قد تكون أطول من المعتد وأكدت إدارة المطارات الكندية أنها تتعاون إلى جانب إدارة الجمارك الأمريكية وشركات الطيران للتخفيف من وطأة التبعات على سير الرحلات نعيد التذكير أن وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي أكد يوم الجمعة أن الوضع المالي للحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى تباطئ وطيرة الأعمال التجارية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية الضغوطات متواصلة على الحكومة الكندية احتجاجا على الإصلاحات التي أدخلتها أتوى على برنامج ضمان العمل والتي من شأنها تأثير بشكل سلبي على العمال الموسميين فقد أعلن أمس اتحاد النقابات الوطنية ساس أن عن المباشرة اليوم بسلسلة من الإجراءات للتعبير عن استيائه إزاء التغييرات المعلنة من قبل حكومة ستيفن هاربر وستشمل الإجراءات تعبئة واسعة وحملة احتجاجات ستشارك بها كل المنظمات النقابية في كابك والمجموعات التي تعنى بالدفاع عن العاطلين عن العمل انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة